السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في امتحان التربية الإسلامية النموذج الأول من سلسلة فروض المرحلة الرابعة وهو الامتحان الثاني للدورة الثانية للمستوى الثاني نعم بالنسبة لباقي النماذج يمكنكم دخولها من هنا أو ستجدها في أول تعليق أو ستجدها في صندوق الوصف إذن عندما نطول عليكم ندرسوا الامتحان مكوين تزكية أكمل بما يناسب الصالحات ترضي أجتهد عندي أجد و في الأعمال أجد و أجتهد في الأعمال و أجتهد في الأعمال كيف هي هذه الأعمال؟ أعمال صالحة من طبيعة الحال في الأعمال الصالحة التي ترضي ربي إذن كنجتهد في الأعمال التي ترضي الله تعالى وهي الأعمال الصالحة أكمل بما يناسب بالحق صالحا أؤمن بالله وأعمل نقط وأتواصى مع غيري نقط والصبر إذن كيف معنا في صورة العصر؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذن وأعملوا صالحا وأتواصى مع غيري وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إذن وأتواصى مع غيري بالحق والصبر إذن أدنوا أعمل صالحا وأتواصى مع غيري بالحق والصبر أصلوا بخط كل آية بصورتها وتواصوا بالصبر في صورة العصر والقمر إذا التسق في صورة الإنشقاق أصلوا بخط كل عبارة بما يناسبها الله يسمع دعائي في صلاتي الله تعالى يرزق المتقين الله تعالى يرى أعمالي كلها الله يمنع غضبه عن الصالحين هنا عندي أسماء الله الحسن المانع السميع المعطي البصير نعم إذن الله يسمع دعائي في صلاتي يسمع إذن فهو السميع الله يرزق المتقين يرزق يعني يعطي إذن فهو المعطي الله تعالى يرى أعمالي كلها يرى يعني يبصر فهو البصير الله يمنع غضبه عن الصالحين إذن فهو المانع نعم أمر المكون الاقتداء أكمل بما يلي مبكرة بالرعي أجرة اشتغل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إذن بماذا اشتغل الرسول صلى الله عليه وسلم بالرعي بالرعي في سن كيف كانت السن مبكرة في سن مبكرة إذن اشتغل بالرعي فاحترف رعي الغنامي مقابل مقابل ماذا مقابل أجرة كانك يتخلص نعم أضع علامة في الخانة المناسبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم نعم لا نعم كان يرعى الغنم كسب الرسول صلى الله عليه وسلم قوته بعرق جبينه نعم أملأ الفراغ بما يناسب صلاة المغرب ركعات إذن اش هل فهم الركعة ثلاث ركعات وصلاة العشاء أربع ركعات في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب أقرأ الفاتحة وصورة قصيرة إذن في الجرقات الأولي نقرأ الفاتحة وصورة قصيرة الكيفية بالجهر نقرأهم بالجهر نعم أرفع رأسي من الركوع وأقول ملكا نضم الركوع أشنو كنقول سمع الله لمن حمده أسجد في صلاة وأقول ملكا نزو السجود من أرسم الله لمن حمده أشنو كنقول الله أكبر نعم إذن دوز الخامسة قسط وحكمة أضع علامة في خانة الجواب الصحيح نقول نعم أو لا أعمل وأجتهد في دراساتي نعم نعم المجتهدين أنجز عملي في أنجز عملي على أكمل وجه سندير الخدمة ديالي بشكل جيد نعم لا أتعب نفسي سأنجح بالغش بلا منع الدبراسة سنقل في الامتحان لا لا أحافظ على صحتي بممارسة الرياضة نعم أترك الصنبور مفتوحا بعد الاستعمال لا إذن إلى هنا آتي إلى نهاية هذا الفيديو بالنسبة للرابط دياله الميلف قابل للطباعة بالنسبة للبغاية أم بريميه فغادي تلقوا في صندوق الوصف كذلك إذن أشكركم على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله